مجلس الوزراء مجلس الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام استكمال المسار في أقرب الأجال الممكنة تلافيا للإعكاسات السلبية المترتبة عن طول أمد معالجة هذه الانتهاكات على الاقتصاد الوطني ثالثا تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتحسين مناخ الأعمال والتشييع على الاستثمار رابعا إعادة بناء مناخ الثقة في الإدارة خامسا تسوية الوضعيات العالقة وتعبئة موارد من العملة الصعبة لفائدة الدولة بما يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتضمن مشروع القانون أولا إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستلاء على الأموال العمومية ثانيا إقرار إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يفضي تنفيذه إلى انقراض الدعوة العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة وذلك من خلال مبادرة المعني بالأمر والإجراءات تتمثل للانتفاع بهذا الصلح هو تقديم مطلب صلح للجنة تم إحداثها لداء رئاسة الحكومة تتولى بعد القيام بالتحقيقات الضرورية تقدير الأموال المستولى عليها أو الفائدة المتحصل عليها وتعرض على المعني بالأمر إبرام صلح في شأنها يتجسم في دفع مبلغ مالي يعادل قيمتها ويتم إداع المبلغ المالي المذكور بصندوق الودائع والأمنات الذي يتولى حسرا توظيفه بمناطق التشجيع على التنمية الجهوية ثالثا الإجراء الثالث هو إقرار عفو عن مخالفات ترتيب الصرف مقابل إعادة من المدخيل والمحاصيل والمكاسب من العمولات إلى البلاد التونسية وإحالتها أو إداعها في حسابات خاصة بالعملة أو بالدنار القابل للتحويل هذا ما تضمنه مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء صباحة اليوم اشتركوا في القناة